اشتركوا في القناة الى 35 ملي متر الى 40 ملي متر الولايات المعنية كما نشاهد معكم في الصورة هنا باللون الاخضر ولاية الطارف بالاضافة الى ولاية سقهراس ايضا مناطق ولاية ام البواقي بالاضافة الى ولاية خنشلة ولاية باتنا وايضا ولاية تبسع كل هذه المناطق معنية بهم طارف ستكون معتبرة قد تصل الى 35 ملي متر يوم الخميس مساء الثاني والعشرين من شهر اوت 2019 ايضا مناطق عديدة وعديدة جدا قد تشهد امطار رعضية قوية متابعنا الكرام كما نشرنا سابقا في نشريات جوية خاصة سنكون معكم ايضا في النشريات القادمة فقط كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته